أهلا الأصدقاء، كنا نتمنى أن تكونوا كاملين بخير على خير مرحبا بكم اليوم فيديو جديد إذن اليوم إن شاء الله سنرى درس آخر وهو اليقظة الفكرية درس خاص بالمكوين التاريخ إذن كمقدمة بسيطة لهذا الدرس هذا ممكن نقول فيها أنه في المشرق العربي أو لشهد المشرق العربي خلال القرن 19 وحد النهضة فكرية وشهد كذلك وحد النهضة ثقافية وهذا النهضة الفكرية والنهضة الثقافية عرفت باسم اليقظة الفكرية وهذا اليقظة الفكرية استهدفت الخروج من التخلف إلى التقدم إذن ممكن نقول أن اليقظة الفكرية باش نحطها في رسنا أنها الخروج من التخلف والدخول نحو الخروج من التخلف نحو التقدم أعيد الخروج من التخلف نحو التقدم هذه غكة مقدمة ده بغد ينجوزوه نحاولو نشرحوه نحاولو نفهمو شنه هي او لا شنه هو او لا شنه هي هافوان شنه هي اليقظة الفكرية اذا اليقظة الفكرية هي مجموعة من التحولات الفكرية اذا اليقظة الفكرية هي مجموعة من التحولات الفكرية التي شهدها المشرق العربي خلال القرن التاسعة عشر وهذا اللي يقضى الفكرية تزعامها مفكرون وش كنا وهذا المفكرون هذا؟ أول حاجة تزعامها مفكرون علمانيون وتزعامها كذلك مفكرون سلفيون وهذا المفكرون العلمانيون والمفكرون السلفيون كانوا متناقضين فيما بينهم كانوا متناقضين في ناحية الآراء ومن ناحية المبادئ إذن هاد جوج دي المفكرون للمفكرون العلمانيون مفكرون السلافيون كانوا متناقضون متناقضين من حيث الآراء والمبادئ مازيان هاد الحركة هاد هاد الحركة انطلقت بفعل واحد العوامل انطلقت بفعل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية مازيان هذا كتعريف إذن نعيد بشكل مخصص فاليقضة الفكرية هي مجموعة من التحولات الفكرية التي شهدها المشرق العربي خلال القرن التاسع تزعمها مفكرون علمانيون ومفكرون سلافيون متناقضين في الآراء والمبادئ انطلقت هذه اليقضة اول انطلقت هذه الحركة بفعل عوامل سياسية تاريخية مع بعضهم سياسية اجتماعية مازيان بفعل عوامل سياسية تقافية واجتماعية مازيان إذن عرفنا بأنه هاد اليقضة الفكرية بانتلينا وعرفنا بأنه المشرق العربي هذه اليقضة الفكرية وعرفنا بأنه شهدها انطلاقا من مجموعة من العوابل اولا ممكن نقوله مجموعة من الأسباب اولا مجموعة من البواعد إذن ده بغم شو نتعرفه على شنا هي عوامل يقضة الفكرية او مصطلح اخر شنا هي اسباب اليقضة الفكرية او لا نعطيب مصطلح اخر شنا هي بواعد اليقضة الفكرية إذن عوامل يقضة الفكرية قلنا أنه انطلقت هذه الحركة بفعل ثلاثة جيل العوامل نبدأ بالعامل اللولاني واللي هو العامل او للعوامل السياسية او للبواعد السياسية فأول حاجة عندنا الحملة الفرنسية على مصر الحملة الفرنسية على مصر اللي كانت سنة 1798 كانت سنة 1798 إذن أولا شنو عندنا؟ عندنا الحملة الفرنسية على مصر الحملة الفرنسية على مصر كانت سنة 1798 هذا العامل اللولاني العامل السياسي اللولاني من بعد كتجي ضحف السلطة العثمانية وفشل إصلاحاتها وهتشي كانت سنة 1839 إذن شنو قلنا؟ السلطة العثمانية ضعيفة إذن ضحف السلطة العثمانية السلطة العثمانية أصبحت ضعيفة إذن ضحف السلطة العثمانية وفشل إصلاحاتها هتشي كانت سنة 1839 ها هو العامل السياسي الثاني من بعد شنو عندنا؟ عندنا تزايد الأطماع الأوروبية على الأراضي الإمبراطورية إذن أوروبيين باقين سيستعروا أنهم يستعمروا الأراضي الإمبراطورية إذن تزايد الأطماع الأوروبية على الأراضي الإمبراطورية دوز العامل الموالي هو ظهور الإصلاحات السياسية في كل من تونس ومصر ظهور الإصلاحات السياسية في كل من تونس ومصر إذن تونس ومصر بنوا نوحة الإصلاحات السياسية إذن ظهور إصلاحات سياسية في كل من تونس ومصر من بعد عندنا سياسة تتريك هي تعصب للعنصر التركي على حساب باقي الأجنس في الإمبراطورية إذن سياسة تتريك هي التعصب للعنصر التركي على حساب باقي الأجنس في الإمبراطورية وندез الآخر عامل السياسي واللي هو احتلال جزائر اللي كانت سنة 1830 إذن هذو كلهم بستبيهم ذكرنا استدية العوامل السياسية خاصة نعقل عليهم نعودهم بشكل مختصر إذن قلنا الحملة الفرنسية قلنا أن السلطة العثمانية ضعيفة واحتل الإصلاحة ديالها في شلو كذلك الأطمع الأوروبية تزايدت على الأراضي الإمبراطورية بعد بانونينا وحد الإصلاحة السياسية في كل من تونس ومصر من بعد سياسة تتريك من بعد الاحتلال جزائر احتلال جزائر اللي كان 1830 إذن هذي خاصة بالعوامل السياسية ده من دزول العوامل التقافية فبالنسبة للعوامل التقافية أو لا ممكن قلوه أسباب التقافية أو للبواعي التقافية أول حاجة أول حاجة عودة البيعتات الطلبية المصرية من الغرب مشبعة بأفكار متنوعة طبيعة الحال هناك طلاب مصريون كانوا مشاوا للغرب ففاش كانوا مشاوا للغرب ورجعوا ما رجعوش خوين رجعوا عندهم واحد الأفكار متنورة جابوا الأفكار من ذك الغرب إذن شنو غادي نقوله نقوله عودة البيعتات الطلبية المصرية من الغرب مشبعة بأفكار متنوعة هذا العامل اللولاني من بعد السبب الثاني عندنا ضهور المدارس وإدخل المطباعة وضهور الصحافة المدارس بانو المطباعة دخلت وبنت لنا حتى الصحافة هذا السبب الثاني أو لا العامل الثاني من بعد شنو عودنا عندنا الإنفيتاه على الفكر الغربي عن طريق الترجمة دخلت لنا الطباعة دخلت لنا المطباعة دخلت لنا المدرسة وبانو لنا حتى الصحافة إذن من بعد شنو غادي يولي عنا غا يولي عنا الإنفيتاه على الفكر الغربي عن طريق الترجمة إذن الإنفيتاه على الفكر الغربي عن طريق الترجمة من بعد بانو لنا وحد الجمعيات ثقافية ظهور الجمعيات ثقافية ظهور الجمعيات ثقافية من بعد إحياء اللغة العربية إحياء اللغة العربية وقواعدها إذن عودنا وإحيينا اللغة العربية وإحيينا تقواعد اللغة العربية إذن إحياء اللغة العربية وقواعدها من بعد شو عندنا؟ عندنا شيوع قيم تسامح بين الأجناس العربية رغم اختلاف ديانتهم علش هد الكلمة دي الاختلاف ديانتهم؟ لأنه كما عرفنا أنه كانت واحد البعثات الطلبية مصرية رجعت من الغرب ورجعت من الغرب مشبعة بأفكار متنورة وحنا كان عارفهم في الغرب راكين المسيحيين كينين يهود إلى آخره فما بقاش عندنا مثلا في مصر غير المسلمون هاليهود من هنا هالمسيحيين من هنا هالمسلمين من هنا إلى آخره إذن وخهت شي كله بقات قيم التسامح أو لم يمكن قولوا انتشرات لنا قيم التسامح ما بين هاد الأجناس هادو العربية وخهو كلهم عربيين بين هاد الأجناس العربية رغم اختلاف ديانتهم مازل إذن هادو بالنسبة للعوامل التقافية ده بندسل العوامل الشمائية فبالنسبة للعوامل الشمائية أول حاجة نمو طبقة وسطة لا في لبنان لا في سوريا لا في مصر إذن شنو نمو طبقة وسطة في لبنان والسوريا ومصر هادي وحدة ثاني حاجة تزاير شعور القومي في مواجهة سياسة تتريك ذلك سياسة تتريك اللي قلنا بأنه يتعصب للعنصر التركي على حساب باقي الأجناس في الإمبراطورية هنا يا تزاير شعور القومي في مواجهتها إذن أعيد تزاير شعور القومي في مواجهة سياسة التتريك من بعد الدعوة إلى تعليم المرأة الدعوة إلى تعليم المرأة الدعوة إلى تعليم المرأة من بعد آخر حاجة تزايد نشاط البيعتات المسيحية تزايد نشاط البيعتات المسيحية إذن هذا فيما يخص الأعوامل الجماية وهكذا سأللنا المطلب اللولاني وهو أعوامل بعد اللي يقضى الفكرية ولكن نرى 디ظام البيت بلد الشام شاب سأنتقل ونرى بلد الملوط المنوط يجب العوامل البعض اللي يقضى الفكرية في البسر وهنا ستتحدث إنsoar Alrighty العوامل في بلد الشام العوامل الأعوامل الثلاثة ثلاثة العوامل العوامل سياسية ثقافية اليقظة الفكرية نرى العوامل عوامل داخلية وعوامل خارجية نبدأ بالعوامل الداخلية أو الأسباب الداخلية أو البواعة الداخلية بالنسبة للعوامل الداخلية تتمثل في الإصلاحات محمد علي إذن هاد محمد علي دار وحد الإصلاحات بعد موصل للسلطة سنة 1805 إذن العوامل الداخلية تتمثل في الإصلاحات التي قام بها محمد علي بعد وصوله للسلطة سنة 1805 حيث ساهم هاد محمد علي بجلب الخبرة الأوروبية إذن خدمتك مشى الأوروبا جاب معاه الخبرة الأوروبية جاب معاه الأفكار المتنورة جاب معاه الأفكار الجيدة وجابها اللي عنده باش يطبقها في بلاده إذن جلب الأفكار أو جلب الخبرة الأوروبية تحديد الاقتصاد بناء المدارس دعم التعليم وإرسال البيعتات الطلبية إلى أوروبا وتشجيع حركة الترجمة وتشجيع الحركة الترجمة إذن من بعد ما هاد محمد علي مشى الأوروبا وجاب معاه الخبرة الأوروبية وقام بمجموعة من الإصلاحات دارلينا مجموعة من الإصلاحات بطبيعة الحالي من بعد ما وصل إلى السلطة سنة 1855 حاول تهوى يرسل ذاك البيعتة الطلبية لك هنا في بلاده تهوى هزهم ومشى صفتهم الأوروبا كذلك شجعنا الترجمة شجع حركة الترجمة لماذا؟ لأن الترجمة كتساعدنا على أننا نفاتح على الفكر الغربي إذن الترجمة تساعدنا على الانفتاح على الفكر الغربي ماذا؟ إذن هادو خاصين بالعوامل الداخلية ديال يقد الفكرية بمسر وده بايا الله نشوفوا العوامل الخارجية فبالنسبة العوامل الخارجية أول حاجة عندنا الحملة الفرنسية على مسر الحملة الفرنسية على مصر هذه واحدة من بعد ادخالوا المطبعة هذه التالية ثالث حاجة واللي مهمة هي مساهمة مفكري الشام في نقل مركز اليقظة الفكرية إلى مصر مفكري الشام عندنا شنو دارو؟ خداوه مركز اليقظة الفكرية خداوه من الشام ونقلوه حتى المصر إذن مساهمة مفكري الشام في نقل مركز اليقظة الفكرية إلى مصر المفكري الشام شنو دارو؟ عندهم هما يقظة فكرية شنو؟ وقاموا بنقله إلى مصر إذن مساهمة مفكري الشام في نقل مركز اليقظة الفكرية إلى مصر حيث قاموا بإنشاء المؤسسات الصحفية قاموا بإنشاء المؤسسات الصحفية وده بغن تكلموا على أبرز ومن أبرز مؤسسي اليقظة الفكرية بمصر هناك رفاعة تهطاوي سيت اسمته رفاعة تهطاوي كي تعتبر من أبرز مؤسسي اليقظة الفكرية بمصر وهذا الرفاعة تهطاوي تأثر بالفكر الغربي ومنساش الدين إذن تأثر بالفكر الغربي والديني حيث نادى بتعليم المرأة ومشاركتها الرجل في العمل نادى بتعليم المرأة ومشاركتها للرجل في العمل كذلك قاموا بإقامة نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو رمز السيادة إذن قام بإقامة نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو رمز السيادة إذن دا بغادي نقولها بشكل مختصر فالعوامل الخارجية جل يقظى الفكرية بمصر هناك تتأولى تتمثل في الحملة الفرنسية على مصر إدخال المطبع مساهمة مفكروي الشام في نقل مركز اليقظة الفكرية إلى مصر حيث قاموا بإنشاء المؤسسات الصحافية ومن أبرز مؤسسي اليقظة الفكرية بمصر هناك رفع الطهطاوي الذي تأثر بالفكر الغربي والديني ونادى بتعليم المرأة ومشاركتها للرجل في العمل وإقامة نظام سياسي ديمقراطي لا يكون فيه الشعب هو رمز السيادة إذن هكا سيكون سلينا العوامل أو الأسباب أو البواعث اليقظة الفكرية بمصر شفناه في الأول بالشام شفناه في التالي بمصر ودبا غادي ندوزول حاجة واحدة أخرى إذن دبا غادي نشوفوا الطيارات وأول طيار غادي نبدو بيه هو الطيار السلفي إذن نحاولو نعطوكت عليه في ديل هالطيار هذا فالطيار السلفي هو طيار ذو منطلق ديني يدعو العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح بمعنى تقولوا إذن إحنا في العقل دينا خاصنا نعرف بأنه الطيار السلفي كيسوي الدين فالطيار السلفي المنطلق دياله هو منطلق ديني يدعو إلى العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح ومن أهم أقطاب هذا الطيار هذا عندنا محمد عبده عندنا جمال الدين الأفغاني عندنا عبد الرحمن الكواكيبي إذن نحاولو هم اللي هو محمد عبده من بعد جمال الدين الأفغاني من بعد عبد الرحمن الكواكيبي فهذو الثلاثة كي تعتبروا من أهم الأقطاب ديال هالطيار هذا فمن بعد ما تعرفنا على تعريف ديال الطيار السلفي 苦عم ساشتعرفوا ماهي تم probabilities فالطيار السلفي قد طرح لنا مجموعة من المبادئ في مجموعة من المجالات هالطيار هذا اللي هو الطيار السلفي قام بطرح مجموعة من المبادئ وهذا المبادئ هذي كنت عندنا في مجموعة من المجالات نبدأ بالمجال اللولاني واللي هو المجال الديني في المجال الديني إذن في المجال الديني أول حاجة الدعوة إلى العودة إلى أصول الإسلام والعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح في المجال الديني إشنا هما المبادئ اللي عندنا؟ عندنا الدعوة إلى العودة إلى أصول الإسلام وإلى ما كان عليه السلف الصالح هذه واحدة ثانيا نبذ البدع والشعودة نبذ البدع والشعودة كذلك فتح الباب للجهاد والتوفيق بين العلم والدين بين العلم والدين إذن أعيد في المجال الديني الدعوة إلى العودة إلى أصول الإسلام والعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح نبذ البدع والشعودة وفتح باب الاجتهاد والتوفيق بين العلم والدين هذا كنهضره في المجال الديني نبذي مشون دوزول المجال الاجتماعي ففي المجال الاجتماعي عندنا الدعوة إلى تشجيع تربية والتعليم لفهم الدين فهما صحيحا إذن شنو الدعوة إلى تشجيع تربية والتعليم لماذا؟ بشي نفهم الدين بوحد المفهوم لهو مفهوم صحيح لفهم الدين مفهوما صحيحا هذه وحدة كذلك مع الحرص على تعليم المرأة ونبذ الفوارق الاجتماعية مع الحرص على تعليم المرأة ونبذ الفوارق الاجتماعية هذا الشي هذا نتكلمنا دبعا للمبادئ في المجال السياسي في المجال الاجتماعي عفوا دبعا لنجزو المبادئ في المجال السياسي فبالنسبة للمجال السياسي عندنا أول حاجة الدعوة إلى الاتحاد بين المسلمين لمواجهة الاستعمار أول حاجة الدعوة إلى الاتحاد المسلمين إلى الاتحاد بين المسلمين لمواجهة الاستعمار هذه وحدة ثاني حاجة نهج مبدأ الشورى نهج مبدأ الشورى والديمقراطية في الحكم ونبدأ الاستبداد نهج مبدأ الشورى والديمقراطية في الحكم نهج مبدأ الشورى والديمقراطية في الحكم ونبدأ الاستبداد ونبدأ الاستبداد إذن هكا غادي نكون سلينا مع الطيار السلافي شفنا التعريف دياله وشفنا المبادئ ديال دبعا غادي ندوزول الطيار العلماني ونفس الحاجة غادي نتعرفه أولا علشنا هو هالطيار العلماني فهالطيار هذا هو طيار يدعو إلى فصل الدين عن الدولة إذن فاش كان سمعنا فصل الدين عن الدولة كان عرف أن هالطيار هو ضد طيار السلافي لأن نقولنا بأنه الطيار السلافي هو طيار يعتمد أو لطيار ذو منطلق ديني ولكن طيار العلماني هو طيار يدعو إلى فصل الدين عن الدولة والأخذ بقيام الحداث ويعتمد في مرجعيته على الثقافة الغربية ويعتمد في مرجعيته على الثقافة الغربية ومن أهم من مفكري هذا الطيار هذا أول حاجة نجد أديب إسحق وفرح أنتوان وفرح أنتوان وفرح أنتوان كذلك جورج أنتونس جورج أنتونس أنتونيوس جورج أنتونيوس جورج أنتونيوس أنتم منعودوا هاتسمية هادو بشوية أول حاجة من المفكري ديالو عنا أولا وديب إسحق هادي سهلة فرح أنتون فرح أنت ماشي أنتون أنتوان موهم انتم ما رادي تشوفوا عندكم فرح أنتوان وجورج أنتونيوس موهم هادو هادو ثلاثة من بين المفكرين ديال طيار العلماني دا من بعد ما تعرفنا على التعريف غادي ندوزو للمبادئ ديال هاتصيار هذا ونفس الحاجة غادي نشوفو المبادئ في 30 ديال المجالات أو في 30 ديال الميادين في المجال السياسي في المجال الديني في المجال الاجتماعي نبدأ أول حاجة في المجال الديني فهذا تيار هذا من بين المبادئ دياله في المجال الديني أولا فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الدولة والأخذ بقيام الحداثة فصل الدين عن الدولة ثاني حاجة معادات العصبة الطائفية معادات العصبة الطائفية معادات عصبة طائفية هذا الشيء هذا في المجال الديني إذا بمشي نشوفه في المجال الاجتماعي إذا في المجال الاجتماعي التشجيع على التربية والتعليم تشجيع على التربية والتعليم وتحديث للمجتمع وتحقى وتقليص تفاوت أو لا تقليص صفارق الطبقي نبغد ندوز الآخر محور في الدرس هذا ديال اليقظة الفكرية واللي هو دور اليقظة الفكرية في إحداث تطورات فكرية التي عرفها المشرق العربي بمعنى هذ اليقظة فكتاتت عدة تغيرات وقعد لنا اليقظة الفكرية بمعنى وقع لنا مجموعة من التحولات الفكرية تحولات الفكرية ساهمت باش يكون عندنا مجموعة من التغيرات حيث أدت إلى ظهور واحد الفكرة وليقد الفكرية أدت إلى ظهور فكرة هذه الفكرة العربية ترتكي على سواقاتهم إذن هذه الفكرة القومية العربية التي ترحيز على لغة ومعاتهم وساهمت لنا هذه الفكرة القومية العربية ساهمت منها الجمعيات الأدبية والجمعيات العلمية سياسة تتريك للوثمانية والأطماع الاستعمارية وهدش كله ساهم باش يكون عندنا وحد تطور في العمل السياسي الداعي لمناهضة الاستعمار وبناء الدولة العربية الحديثة وبناء الدولة العربية الحديثة نعود دبا من اللول فليقادة الفكرية إذن أحدثت ليقادة الفكرية عدة تغيرات حيث أدت إلى ظهور فكرة قومية عربية أو لا أدت إلى ظهور الفكرة القومية العربية التي ترتكز على اللغة والتاريخ المشترك للعرب وتطلعاتهم وقد ساهم في ذلك الجمعيات الأدبية والجمعيات العلمية وسياسة التثريك العثمانية والأطماع الاستعمارية والأطماع الاستعمارية بمعنى الأطماع الأوروية التي تطمع لنا في الأراضي العثمانية أو في الأراضي الإمبراطورية أموهما ما علينا متطوخش فاسك ما تشنا في اللوي إذن شنو ممكن نقولو ممكن نقولو هاتش هادش كون ساهم فيه ساهمت فيه الجمعيات الأدبية والجمعيات العلمية وسياسة التثريك العثمانية والأطماع الاستعمارية وهاتش كله ساهم باش يكون عندنا وحد تطور في العمل السياسي الداعي لمناهضة الاستعمار وبناء الدولة عربية حديثة إذن هذه هي كان آخر محور شفناه دبا خاتمة دبا في الخاتمة شنو ممكن نقولو رغم اختلاف هاد الحركتين أولا رغم اختلاف هاد طيارين الطيار السلافي والعلماني لمنحيط المبادئ والآراء والرواد فرغم بجوجهم هادة دبجوجهم ساهموا باش يغيروا لنا المشرق العربي من ناحية الفكرية ومن ناحية التقافية إذن رغم اختلاف الطيارين السلافي والعلماني من حيث المبادئ والآراء والرواد فقد ساهمت في تغيير المشرق العربي فكريا وثقافيا نحاول نعطيه واحد تهريف دي المشرق العربي فالمشرق العربي هو كيان جيو طاريخي هو كيان جيو طاريخ يطلق على الشام ومصر وشبه الجزيرة العربية إذن هذه الدريقة تعريف أريد أن أعطيه لكم وهكذا سوف نكون سليس معكم لنهاية دير هذا الفيديو هذا والنهاية دير هذا الدرس كنتم أن تكونوا استفتوا أتلقى معكم في فيديو جديد السلام عليكم